بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة ثلاثة أصول لكن قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن نسأل أسئلة خمسة عندنا أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد لو قال لقائل لماذا ندرس التوحيد لماذا لا ندرس مثلا الكمبيوتر اللغة الإنجليزية مثلا تقول أن التوحيد هو حق الله العبيد خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد لا يدخل الجنة إلا موحد تكثير الحسنات تكثير السيئات ثم قد يسألك سائل تمشي في الطريق ويسألك سائل يقول هل أنت مسلم وحد تقول نعم أنا وحد يقول ما هذا التوحيد إذا قلت أنا لا أدري ما هو التوحيد يقول أنت كاذب كيف الله سبحانه وتعالى يجعل التوحيد أوجب الواجبات عليك ولا يقبل إلا عبادة إلا به وأنت لا تعرف التوحيد وأيضا قد يسألك سائل يقول هل أنت مشرك ايش تقول تقول أعوذ بالله أنا لس بمشرك أنا موحد يقول ما هذا الشرك الذي يحرم الله عليك إذا قلت أنا لا أدري ما هو الشرك نقول لعلك واقف الشرك الأكبر وأنت لا تدري إذن أهم ما عليك تعلم التوحيد وأهم ما عليك تعلم الشرك حتى تحذر منه وتحذر منه هذا السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد السؤال الثاني لماذا اخترنا هذه الليلة أن ندرس الأصول الثلاثة وبدعنا في التوحيد بهذا المتن المبارك لأننا طلاب الطالب لا يتكبر الطالب لا بد يتواضع ولا بد أن يمشي في العلم على النهج والطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصل إليه العلماء والعلماء رحمه الله تعالى أرشدوا أن الطالب أول ما يبدأ به يبدأ بالتوحيد وأول ما يبدأ في التوحيد يبدأ بمثل الأصول الثلاثة السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك بعد أن تموت فعندما تأتي إلى القبر تسأل أسئلة ثلاثة من ربك وما دينك وما النبيك السؤال الرابع ما الثمر التي نجنيها من دراستنا بعض الطلاب يقول أريد جائزة أريد فائدة من هذه الدراسة ما الفائدة؟ نقول الفائدة بإذن الله أننا إذا تعلمنا الآن أصول الثلاثة ثم عملنا بها ثم دعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر هذه من أعظم الثمرات والفوائد السؤال الخامس والأخير أي كتاب تقتنيه؟ أو أهدي عليك كتابا؟ إيش تصنع في هذا الكتاب؟ أقل شيء ما تصنع في هذا الكتاب قبل أن تضعه في الرف في المكتبة تقرأ المقدمة والفارس هذا أقل شيء إذا لم تقرأ الكتاب بأكمله لو أردنا أن نفارس هذا المتن نقسب هذا المتن إلى خمسة أقسام القسم الأول المسائل الأربع علم عمل دعوة وصبر سورة العصر القسم الثاني المسائل الثلاثة أنواع التوحيد الثلاث القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر القسم الخامس خاتمة هذا المتن المبارك والله أعلم نعم شكرا